السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتتبعي قناة الكارباء إلكتريك حتى لا أطلع عليكم موضوع حلقة اليوم هو تعريف أولي للكونتاكتور تلاتي الطور أو مفتاح التلامس تلاتي الطور هناك حلقات سابقة شاهدنا فيها عدة أمثلة عن الكونتاكتورات وحادية الطور لا بد من مشاهدتها أولا لتسهيل شرح هذه الحلقة وحتى حلقة المتلمسات فهي مهمة جدا في الكارباء الصناعية هذه الحلقات ستجدون في وصف هذا الفيديو إذن لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح الكونتاكتور تلاتي الطور هو جهاز للتحكم الكهربائي أي أنه عبارة عن جهاز لتوصيل وفصل الأجهزاء والمحركات تلاتي الطور الكونتاكتور تلاتي الطور مثله مثل كل كونتاكتورات التي شاهدناها سابقا يتكون من دائرتين وهما دائرة التحكم التي تعمل على تشغيل وإيقاف الكونتاكتور ونسميها دائرة التحكم في الكونتاكتور أو واحد وآي اثنان والدائرة الثانية هي التي يعمل الكونتاكتور على توصيلها أو فصلها والتي تتحكم في الأجهزات التي تتطور ونسميها بدائرة التشغيل أو دائرة القوة حسن جدا سنبدأ أولا مع دائرة التشغيل أو دائرة القوة هناك من يسميها أيضا بدائرة القوة قلنا أنه كونتاكتور تلاتي الطور ويتحكم في أجهزة ومحركات تلاتية الطور يعني ثلاث فاصات يعني أن دائرة القوة تتكون من ثلاثة متلامسات مفتوحة إن أو في الحالة العادية دائما ما تكون مداخل التغذية من أعلى والمخارج التي يتم توصلها مع الآلات والأجهزة من الأسفل في الحالة العادية أي في الحالة التي يكون فيها كونتاكتور غير مشغل تكون المتلامسات الثلاثة مفتوحة وعند تشغيل كونتاكتور تصبح المتلامسات المفتوحة مغلقة ليتم توصيل الطيار إلى المخارج وبالتالي نحو الآلات والمحركات وعند إيقاف تشغيل كونتاكتور تعود المتلامسات الثلاثة المفتوحة إلى وضعيتها أو حالتها العادية بكل بساطة هذا هو دور دائرة التشغيل في الكونتاكتور ثلاثي الطور الآن كيف نتحكم في توصيل أو فصل دائرة القوة يكون ذلك عن طريق دائرة التحكم في الكونتاكتور وهي مربطين فقط يتم الرمز لهم دائما بـ A1 و A2 هنا لا بد أن ننتبه قليلا لأنه يوجد لدينا عدة جهود لتشغيل دائرة التحكم حتى لا نتسبب في إتلاف الكونتاكتور يعني هناك دائرة التحكم تعمل بجهود أحدى الطور 22V يتم تشغيلها بالفاز و النيوترال وهناك دائرة التحكم تعمل بجهود 380V يعني فازين مختلفين إما الفاز الأول والفاز الثاني أو الفاز الثاني والفاز الثالث أو الفاز الأول والفاز الثالث وحتى انه هناك دائرة التحكم تعمل فقط بجهود 24 فولت يعني دائما لابد ان ننتبه لجهود دائرة التحكم كل ما قمت بدكري الى حدود الان هو من اهم المكونات او الاجزاء الكونتاكتور ثلاثي الطور الاساسية لكن هناك شيء ثالث وهو اضافي وهنا قد تجدون بعض الاختلاف فيه يعني حسب نوع الكونتاكتور يعني توجد بعض الاضافات وهي الاطراف المساعدة او الاضافية وهي عبارة عن متلامسات قد تكون مفتوحة من النوع NO او متلامسات قد تكون مغلقة من النوع NC هي مهمة جدا في دائرة التحكم يعني قد تجدون في بعض الكونتاكتور متلامس واحد قد يكون مفتوح من النوع NO او متلامس واحد قد يكون مغلق NC او متلامسين مختلفين قد تكون احداها مفتوحة والثانية مغلقة او في بعض الكونتاكتورات لن تجدوا هذه المتلامسات اطلاقا لانها تسمى بالمتلامسات المساعدة او الاضافية الاطراف المساعدة او المتلامسات المساعدة لها هدة ادوار في دوائر التحكم في المحركات او لوضع مصابح الاشارة سنجاهد ذلك لاحقا وحتى اذا لم تتواجد لدينا المتلامسات المساعدة وكنا في حاجة اليها حسب التركيب الذي نريد انجازه يمكننا اضافة قطعة الى الكونتاكتور في الغالب تتكون من المتلامسات المفتوحة والمتلامسات المغلقة نسميها بالرولي اوكسيليير او مفاتيح التلامس المساعدة المهم الان كل ما عليكم التركيز عليه هو اهم مكونين من مكونات الكونتاكتور تلاتي الطور وهما دائرة التحكم ودائرة التشغيل او دائرة القوة هناك شيء اضافي هو ان هناك بعض الكونتاكتورات تتوفر على اربع متلامسات لدائرة التشغيل يمكن يعني تمكننا من تفصيل فازات ثلاثة بالاضافة الى النيوترات لها استعمالات محددة الان سأعطي عدة امثلة لكونتاكتورات ثلاثية وكما تلاحظون هنا هذا اتباء تتوفر حتى نلخص كل ما قلته في هذه الحلقة كما تلاحظون هنا هذا الكونتاكتور ثلاثي الطور دائرة القوة لتوصيل الفازات التلاتة المداخل من اعلى واحد الفاز الاول وثلاث الفاز الثاني وخمس الفاز الثالث والمخارج من اسفل اثنان للا من خارج throw واربعة تي اثنان مخرج لفاز الثاني وستة تي ثلاث مخرج للفاز الثالث بالنسبة لدائرة التحكم في هذا الكونتاكتور فهي A1 و A2. كما تلاحظون الجود هو مئة وعشرون فولت. هذا يعني اننا سنقوم بتشغيله عبر الفاز والنيوترال. لا يوجد اي متلامسات مساعدة في هذا الكنتاكتول. بالنسبة للمثال الثاني هو نفس المثال اول هنا لكشيء اضافي واحد وهو موجود وهو وجود متلامسات مساعدة مفتوحة. ان او ثلاثة عشر اربعة عشر. الان مثال الثالث من اليسار المداخل الفاز الثلاثة لدائرة القوة او دائرة تشغيل وهي واحد ثلاثة خمسة والمخارج من اسفل وهي اثنان اربعة ستة. دائرة تحكم هي اواحد اثنان في اليمين. كما تلاحظون هنا الجود هو مئة عشرون فولت الخاص بدائرة تحكم اواحد و اثنان في الكنتاكتور. وهنا الفرق بين هذا الكنتاكتور وكنتاكتور مثال السابق وهو انه يتواجد لدينا هنا متلامسات مساعدة مغلقة. عند تشغيل ستفتح. اما المثال السابق كانت لدينا متلامسات مفتوحة. عند تشغيل سيتم اغلاقها. اما المثال الاول فلا يوجد لدينا اي متلامسات مساعدة. يوجد فقط مرابط توصيل دائرة تشغيل. ودائرة التحكم اواحد اثنان. لابد ان تنتبهوا لهذا الاختلاف لانه مهم جدا وسنشاهد استعمالات كل النوع من هذه الكنتاكتورات. المثال الاخير كما تشاهدون كونتاكتور يتوفر على متلامسات مساعدة من النوعين ان او و المفتوح و ان سي المغلق. وطبعا دائرة التشغيل ودائرة التحكم اواحد اي الى الحلقات المقبلة ان شاء الله. الى هنا وصلنا الى نهاية سدي الحلقة. شكرا لكم و الى اللقاء.